اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايضا وفي امكانية لتحميل العديد من القوالب والادوات التصميم المجانية وتم توظيف الحصول على القوالب واي ملف عمل حتى بارخص الاسعار يعني هي يدوب السنتات انصح التعبير من خلال نظام النقاط المقدم في موقع عالمكم وايضا اطلقنا دبلون باوربوينت من الصفر حتى تصميم المشاريع الاحترافية على موقع عالمكم هذا دبلون بيقدم لك كافة المزايا يلي بتأهلك الى نزول الى سوق العمل وايضا هذا دبلون مرفق باضخم مجموعة متريال ومواد تصميم وقوالب احترافية تصل الى 15 الف قالب باوربوينت احترافي ومدفوع ويا المباشرة لحتى نبدأ بلقائنا الجميل والعطير مع حضراتكم لهذا اليوم اهلا بكم يا اصدقائي مرة تانية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت ومثما تكلمت المقدمة اليوم رح نقوم بتصميم انفوغراف بمبادئ الظل والاضاءة لكن بستايل او تكسجر الالوان الذهبية طيب كتير من التعليقات اللي سبق ومرت معنا بتتكلم عن كيفية ضبط مربعات الالوان هذي نحن شايفينها بكل بساطة هي عبارة عن مستطيلات يعني انا بقوم بادراج مستطيل من خلال اشكال بجيب اي مستطيل وبقوم بعمل تكرار لالو هذي control مع shift مثلا وبكرره خلاص يعني الامر مش معقد كتير ممكن احدد الكل وعمل تكرار خلاص انا بجيب احدد الالوان اللي انا حشتغل عليها سواء الوان انا حصلت عليها من مواقع سواء انا حصلت عليها باستخدام ادات قطارة الالوان من صوريات او من اي تصاميم سابقة فبضبط الالوان ولكن على سبيل المسال هذا بختار لون وهذا بختار لون مثال يعني تمام وهذا بختار لون تمام برجع هذا بختار لون انا بضبط مساعة الالوان كلياتا الالوان راح استخدمها وبضعها على طرف بحيز معين او بعملها control g اي بعملها group وببدأ باستخدام هذه الالوان باي تصميم مستقبلي ممكن انا اشتغل عليه فممكن انا اضبط بنى الالوان من خلال اي موقع اي صورة اي تكستر لأي صورة سابقة او تصميم سابق وارجع عيد تصميم جديد بنفس النكهة اللونية او الهوية البصرية اللي استخدمتها لتصاميم سابقة هذا الموضوع بيوفر عليك العمل على الالوان اذا كان في عندك بالمشروع حابب تشتغل على نفس الهوية البصرية لأكتر من نمط التصميم يعني الانفوغراف ثلاث خيارات خمس خيارات شريحة بهذا الشكل شريحة بهذا الشكل لكن الكل يكون متفق عليه بنفس الهوية البصرية والهوية اللونية فممكن انا فقط ارجع اعيد نسخ هذه البنال الالوان او بيلة الالوان وارجع استخدمها باستخدام القطارة واوظفها بالتوزيف الصحيح بالمكان الصحيح هذا بالنسبة لموضوع ايجابي على كيفية ادراج هذه المربعات يعني هي مش جاهزة نحن نقوم باعدادها بما يتنسب مع هويتنا اللونية نبدأ اول شيء على بركة الله بالحصول على شريحة جديدة وفارغة وبلغي من خلال التخطيط ايام تخطيط موجود سواء مربعات نصوص او سواهم ومنختار شريحة فارغة ننقر بمفتاح الموس الايمن على الشريحة ومنتوجه الى تنسيق الخلفية لحتى نبدأ بيعطاء التكستر اللوني للخلفية او المامس اللوني للخلفية فرنختار تعبئة متدريجة طبعا انا ربما تكون عندك جاهزة بهذا الشكل اول ما تختار طبعا كيف ممكن ارجع اضبط الخلفية اللونية بما يتنسب مع ان انا محتاجه بكل بساطة باقوم بازالة هذه النقاط وبترك نقطين النقطة القاتمة او الغامقة ممكن اختار اداة اختيار اللون او شفط الالوان واقوم بالتحديد اللون الغامق وباجي الى العالم اللوني التاني او المقابلة نفس المبدأ باجي باختار اداة اختيار اللون وبحدد عن مربع الالوان في بلة الالوان اللي انا كنتم حضرة فبحصل على تدرج اللوني للخلفية يلي انا محتاجه بكل هذه البساطة نتوجه إلى قائمة إدراج ومن أشكال نختار الدائرة بضغط مفتاح الشيفت أو هو شكل الدائري أو شكل البيضاوي بضغط شيفت وبنكر مع السحب لحتى أحصل على شكل دائري وليس بيضاوي لأن الشيفت تعملي ضبط ما بين نسبة الارتفاع إلى العرض بختار إلى لهذا الشكل يكون عندي بدون إطار ومن تعبئة خالصة بنجي بنختار اختيار اللون وبختار اللون الغامق هو للشكل الخارجي نتوجه إلى التأثيرات وإلى الظل ومنختار نمط من أنماط الظل اللي هو ظل إلى مركز يعني في المنتصف ليس يمين أو يسار ومنختار اللون يكون عندي إياه باللون الأبيض راح نزيد الضبابية شوي لحتى يعطيني هذه الإضاءة ممكن نقلل شافية بعض الشيء أو نزيد الشافية حسب الوهج الممكن تحصل عليه وليكون معنا بهذا الشكل نختار من الشكل الدائري اللي قمنا برسمه وبلغي الظل يكون عندي إياه بدون ظل ومنرجع إلى خيار التعبئة ونختار تعبئة متدرجة تعبئة متدرجة راح أجي إلى اللون القاتم اللي هو بالأسفل وباجي إلى اختيار اللون وبختار هذا اللون وباجي إلى اللون الكاشف أو الأكثر إضاءة وبختار هذا اللون بضغط كونترول مع الشفت وبنقر من الزوايا تحريك للداخل حتى أصغر من مساحته بعض الشيء نتوجه إلى التأثيرات ومن تأثير الظل بنختار الظل إلى الداخل من زيد الشفافية أو الضبابية وليكون معنا بهذا الشكل والشفافية بتركها خمسة ستة بالمية لا بأس لحتى يعطيني هذا الإحاء البصري لعكاس الظل والإضاءة مثل ما ننا شايفين يا أصدقائي بنتوجه إلى قائمة دراج ومن أشكال بنرجع نختار شكل بيضاوي آخر ونرسم أي شكل بيضاوي وليكن بهذا الشكل بختار لأله يكون عندي الخط بلا خط والتعبئة تكون عنديها باللون الأبيض بنتوجه إلى التأثيرات وعندي الحواف الناعمة ممكن أزيدها بعض الشيء عشان أحصل على يعني عبارة عن قطعة أو منطقة صغيرة بتدريبي حواف وبتدريجة إذا كان الموضوع صار في حدية باللون ممكن نرجع نحن من الشفافية ونقللها شوي أو نزيدها شوي لحتى ما يعطيني حدية بالإضاءة بعمل التفاف بسيط لألهم وممكن نسحبها على هذا المكان بما يتناسب حتى يعطيني إنعكاس الإضاءة ممكن نكبرها والزغرة ما في عندك مشكلة بالموضوع لكن بحيث يكون هي عبارة معبرة عن الإضاءة فقط لا غير نتوجه إلى إدراج ومن أشكال نختار أداة رسم القوس للدائرة بضغط شفت وبنكر مع السحب لكن هذا القوس لازم يكون عندي أيام بنفس مقاس الدائرة لذلك أنا برجع بنكر على الدائرة وبتأكد من مقاسها اللي هي سبعة فاصة تسعة وتسعين سنتيمتر متل ما أنا شايفين بجي بحدد تمام بختار زائد سي وبجي إلى قوس الدائرة وبجي بضبطه أبيضا بنفس الأبعاد تمام تمام الآن ممكن أختار من الاستدارة خيارات استدارة إضافية ونجي إلى زاوية الاستدارة بنلاحظ الآن عمالي بلف معي تمام مثل ما أنا شايفين إذا كتبنا ناقص خمسة واربعين درجة ممكن يعطيني نفس الأرشاد تماما بالضبط بنسحب القوس على الدائرة مثل ما أنا شايفين بنلاحظ أنه في عندي تطابق تام على الدائرة تماما نتوجه الآن إلى التنسيقات ومنختار للخط خط متدرج بجي بحثه في علامتين تدرج وبجي بختار المنطقة القاتمة تكون عنديها بهذا اللون وعندي المنطقة الكاشفة تكون عنديها بهذا اللون ممكن أنا أشتغل بالعرض أزيد وأنقص لكن أعتقد أنه مناسب ممكن أجي إلى اللون الغامق وأعمل شفافية لبداية اللون مثل ما أنا شايفين سواء كان يمين أو يسار تمام؟ ممكن تغيّل الاتجاهات بالطريقة المتناسبة من خلال الاتجاه نختار يمين يسار أو يسار يمين أعلى وأسفل أي زاوية معبرة ما في مش لبيئة الموضوع تمام؟ بهذا الشكل ممكن نعمل كنترول زائد دي ومن استدارة ممكن نختار انعكاس عمودي انعكاس عمودي وممكن أنا أحرك الشكل تمام؟ ليكون معنا أيضا بالمنتصف بهذا الشكل بالضبط نتوجه إلى أدراج ومن أشكال نرجع لنختار الشكل البيضاوي مرة تانية وبضغط على مفتاح الشفت لحتى أعمل منه شكل دائري أختار الألواء أيضا يكون عنديها بدون إطار والتعبئة باللون الأسود تمام؟ ونتوجه إلى التأثيرات ومن حواف ناعمة ممكن أعمل هذا التدرج أو التداخل وحتى ما أشعر نفسي إنو أنا محتاجي يكون عندي قتامة باللون ممكن شافية تلعب معي دور جميل في تأثير الظل إن صح التعبئة ممكن نختار نقل إلى الخلفية حتى يكون معنا خلف الأشكال كلياتها كونترول مع شفت وبكبر شوي لحتى أخذ زاوية فيها نمط الظل ممكن نكبر كمان شوي تمام؟ أخذ نمط من أنماط الظل يمكن نكبرناها حتى من صغيرة شوي تمام؟ الموضوع الآن أصبح جدا مناسب بكوبي هذا الشكل يعني انتهينا من الصورة تماما بالضبط يعني هي كرسم الأشكال نفسها ممكن أعمل لها جروب كامل حتى ما يأثر على موضوع النص أثناء التكبير والتصغير بختار كونترول زائد شفت إذا حبيت أصغر شوي بسحبها إلى أحد المناطق واليكون بضغط كونترول مع شفت وبعمل تكرار وكونترول مع شفت وبعمل أيضا تكرار بهذا الشكل بيكون رسمنا ثلاث خيارات الإنفوغراف بطريقة جميلة إذا كان في عندي تباعد ممكن أضغط شفت وأقرب هاد بحدد لثلاثة مع بعض ومن قائمة تنسيق الشكل ومن المحاذة بنختار توزيع أفقي لحتى يعيد الضبط مثل ما أنا شايفين لكن الأشكال منتقلة إلى يسار الشريحة أكثر من اليمين فلذلك الأمر بسيط بحدد الكل وبختار كونترول زائد جي ومن المحاذة بختار إلى الوسط لحتى يعطونيهم بالوسط ومن ثم كونترول شفت مع الجي لحتى ألغي التجميع وأرجع كل شكل لحاله على حدة فموضوع اللون الذهبي بكل بساطة هو هذا التأثير اللي حتى نعطي للنصوص هي نفس التدرجات اللونية متل ما أنا شايفين بالضبط الآن رح أجي أحدد النصوص كاملة بختار كونترول زائد سي وبأجي بختار كونترول زائد في وبضع النص بهذا المكان وخلني أجيب العنوان يبدو ما تم تحديدهم ونرجع ما نحدد العنوان كونترول زائد سي وبأجي لهون كونترول زائد في بس حول الأعلى شوي ممكن أحدد لكل هذه الأشياء تمام وبختار كونترول زائد جي فأصبح عندي النص معزول تماما عن إيش؟ عن الأشكال بضبط الموضع كونترول مع الشيفت ومنجيبه إلى هذا المكان وأيضا كونترول مع الشيفت ومنكرر إلى الشكل التالت بستبدل فقط الأرقام هنا عندي الخيار أو الابشن رقم اتنين وعندي الابشن رقم اتلاتي بكل بساطة لموضوع تنسيق النصوص فقط لغير إذا كان مربع لتنسيق الشكل مش واضح عندك أو مش ظاهر عندك ننقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الشكل وبنتقل إلى خيارات النص ليست خيارات الشكل إنما خيارات النص كمان نفس المبدأ خلني أختار أي تدرج عشوائي الآن ممكن أزيل أي اتنين وبرجع إلى اللون الأول وبيجي إلى قطارة الألوان وبيجي بختار اللون الغامق وبرجع إلى اللون الكاشف بحدد عليه أو اللون المقابل وبيجي بختار اللون الكاشف بيكون حصلت على إيش؟ على التدرج الذهبي أو التكتر الذهبي للنصوص ممكن فقط أني أنا أزيد الموضوع حبا أني أختار أحد أدوات الظل الموجودة يعطي تأثير جميل وعزل جميل مع الخلفية الآن أنا ممكن بكل بساطة أحدد المجموعتين مع بعض يعني مجموعة النص مع مجموعة الشكل أعملهم كلهم جروب واحد هذه كنترول زائد جي خلاص جروب كامل وممكن أحزف مربع الألوان وأرجع أختار العنوان نفسه وأجيبه إلى هذا المكان وأجي أعطيه كمان بالتنسيق الشكل الترتيب يكون إلى الخلف عشان أثناء الحركة يتحركوا أمام النص وليس خلف النص ممكن أعمل الحركة جميلة الآن يعني لعرض الأفكار من خلال تحديد بداية ثم الانتقال إلى قائمة حركات وبنختار تحرك إلى الداخل لكن ربما أنا محتاجي يكون عندي الحركة من الأعلى فبجي إلى خيارات التأثير وبختار من الأعلم هذه من الأعلم بهذا الشكل وبختار يكون عندي بعد السابق والمدة راح نختارها واحد نصف تقريبا ومنفوت إلى جزء الحركة وبعمل نقر مزدوج عليها واثب إلى النهاية من فعله عشان يعطي جمالية للحركة إذا الحركة كانت سريعة ممكن نزيد المدة فقط لغير ونعمل معينة ونشوف مرة تانية إذا الحركة أصبحت مناسبة بحدد على المجموعة كل اللي عملت له حركة وبنقر ديبلي كليك على ناسخ الحركة لحتى نطبقها على الابشن رقم اثنين ومن ثم الابشن رقم اثلاثة بعد اسكيب الآن نحن لو شغلنا شريحتنا راح يكون العرض الجميل لعرض الأفكار من خلال رسمة انفوغراف مبنية على مبادئ الظل والإضاءة وأيضا بالتكتشر اللون الذهبي للنصوص هذا كان اللي حبيت أقدم لكم بهذه المحطة وهذا اللقاء الجميل مع حضراتكم فأتمنى لكم الإفادة والتوفيق ان شاء الله لا تنسوا لي فضلا من دعاكم بداية ومن تفاعلكم ودعمكم لي على هذه المنصة الجميلة ثانيا ترزو عني كل خير وألقاكم على خير دمتم برعاية الله محبكم أحمد صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته